منصبح على حضراتكم مرة تانية ودلوقتي يجي معنا مع أخبار التقص بالتفصيل وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقص هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على قهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتادل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء وكان فيه شبورة مائية الصفحة على بعض الطرق المؤدية من وإلى قهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناء ووسط سيناء وشمال الصعيد في النهاردة فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة كمان فرص أمطار متوسطة قد تصل لحد سيول على شمال ووسط سيناء خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة التقس من الدكتورة منار غاني موضوع المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ دينا والصباح الخير على كل أستاذ المشاهد الناس كنت بتسأل فين الشتاء مبارح يعني شفنا الأجواء كلها الشتوية في ثلاث ساعات تقريبا يعني معظم محافظات الجمهورية العديد من المناطق فعلا شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة حتى من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وبعض المناطق كمان شهدت كرات الثلج زي مدينة العاشر من رمضان تفسير اللي حصل مبارح إيئة دكتور بالفعل احنا بالعمل شاهدنا الزروة حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية وكان ده بسبب تأثير منحطة جوي متعامل في طبقات الجو العليا وأيضا منحطة سطحي على البحر المتوسط وجود المنحطة دين عملوا على حالة عدم الاستقرار مع حركة المنحطة الجوي من جهة الغرب إلى جهة الشر شاهدنا خلال فترة المساء تحديدا وساعات الليل زروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية كان فيه طبعا أمطار متفاوتة الشدة ورعادية وتساقص كمان مع حبات البرد أو الكرات السلجية وده بسبب تطور الصحب إلى صحب رعادية وفرق ضربات الحرارة الكبير بين طبقات الجو العليا وأيضا سطح الأرض اللي بيوصل لأكتر بين 40 تحت الصفر فبالتالي بتطور الصحب بشكل كبير وتساقط معها حبات البرد والأمطار شملت أغلب محافظات الجنبية حتى محافظات شمال السعيد وبعض المناطق كمان من جنوب السعيد اليوم المنطقة الجوي تأثيره أكتر هيكون في الجهة الشرقية على المناطق الشرقية فكميات الأمطار اليوم هتكون أقل من اللي شاهدناها بالأمس لكن هتكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سينة ونتيجة طبعا السبيعة الجغرافية في شمال ووسط سينة ممكن تتشكل بعض السيول الخفيفة في المناطق دي أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية محافظات الوجه البحري بعض المناطق من جنوب سينة قد تصل الأمطار خفيفة كمان اليوم لبعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال السعيد والأمطار طبعا يكون على خطرات متقطعة وتختلف من منطقة لمنطقة بالإضافة تماما مع وجود الأمطار وتقاسر الصحف في انخصاب طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجة الدرجاتين على أغلى المناطق الجمهورية العظم على القاهرة الكبرى متوقع تكون 18 درجة مقوية خلال فترة النهار هنبدأ نحس بالأجواء الشتوية وانخصاب درجات الحرارة أكثر مع تقدم الأيام في شهر يناير الأجواء اللطيفة الشتوية فترة النهار الباردة إلى شديدة الجرودة خلال فترات الليل من غدا إن شاء الله هيكون في تحسن نسبة الأحوال الجوية بالضبط لأن الناس كتير بتسأل خصوصا إن معظم أولادنا هيكون عندهم امتحانات ترمي الأول من العام الدراسي خلال الأسبوع ده والأسبوع الجاي هل هنشاهد تلك الأجواء الشتوية اللي كانت قوية جدا بالأمس مرة تانية خلال الأسبوع ده على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله خلال الأيام القادمة فرص الأمطار هتنحفر فقط في استواحل الشمالية وهتكون ما بين الخفيفة في بعض الأيام الخفيفة المتوسطة واستواحل الشمالية والشمال الواسف البحث إن شاء الله مش هتوصل للمناطق الداخلية لكن هيكون طبعا فيه شبورة مائية على أغلب طرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية طبعا بعد تغفر عامل الرطوبة بعد سقوط الأمطار وكمان هيستمر بعانا تفضل درجات الحرارة بقى أيام الجسبوع إن شاء الله إن شاء الله أنا بشكر حديك شكرا جزيلا دكتورة مونار غاني موضوع المركز الأعلام بهاية الوساطة الجوية على المتابعة اليومية معنا خلونا دلوقتي ينتبع مع حضراتكم درجات الحرارة متوقعة النهاردة وهنبدأها من القاهرة والعزمة 18 الصغرى 12 العاصمة الإدارية 19-11 الإسكندالية 19-13 العالمين الجديدة 18-12 مطروح 18-13 دميات 19-11 بورسعيد 19-13 الإسماعية 19-12 أسويس 18-12 العريش 18-12 كاترين 15-4 طابة 18-10 حلايب 23-14 شلاتين 25-15 شرم الشيخ 23-15 الغردقة 23-16 الفيوم 20-10 بني سويف 20-8 الودي الجديد 20-9 أسيوت 20-8 سوهاج 20-8 قناء 21-9 الأقصر 21-8 وأخيراً أسوان 22-10 حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة التقصي لكن يجب أن يتوخي الحضر أسنان القيادة في الأمطار وكمان نخلي بالنا أن الجو هيكون بارد جداً في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر وبنأكد مرة تانية أن هناك تنصيق مشترك من الهيطة الأرصاد الجوية مع جميع المحافظات لمراعات أي أمطار أو أي أحداث جوية ممكن تحصل مرة تانية هرجع مرة تانية لي شازلي وجمانة علشان نكمل معكم فقرة صباحية مصر نشكريك يا دينا شكراً جزيلاً